بداية وبمناسبة اليوم الوطني لشهيد بعث رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رسالة هذا نصها أيتها المواطنات أيها المواطنون تغمرنا مع احتفائنا بالأعياد الوطنية المخلدة لثورتنا التحريرية المجيدة مشاعر الاعتزاز بالانتماء إلى الجزائر وفي هذا اليوم الوطني لشهيد المصادف للثامن عشر من فيفري نستذكر بإجلال وإكبار تضحيات ومكبدات أولئك الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وصنعوا في الجبال والوهاد عبر ربوع الوطن مجد الأمة وأضاف إن شهداءنا الأبرار ومجاهدين الذين سمت بهم مآثر الأبطال إلى عليين وارتفع بهم ذكر الجزائر ورفرفت بهم راياتنا شامخة وجلجلت قسما هم النهج والمصار والقدوة وهم المثال ومناط الفخر وهم وحدهم من يلهموننا خط السير ومعالم الطريق فرسلتهم الخالدة هي التي حمت وتحمل جزائر واحدة موحدة وهي التي تغرس في وجدان الشعب الجزائري اللحمة الوطنية التي لا تهز النوائب والمحن تبع سيد الرئيس يقول إننا نحتفي باليوم الوطني لشهيد لنستحضر مدى عظمة التحدي التاريخي الذي خاضه الشعب الجزائري بإيمان وصبر عندما قرر أبناء بواسل شجعان من رحيمه إطلاق دوية الشرارة النوفمبرية لنفزع بامتدادات لهبها الغزاة المستعمرين وتنبثق من نورها بشائر النصر وأضاف رئيس الجمهورية قائلا نحيي هذا اليوم المبارك وبشائر الجزائر الجديدة مرتسمة في آفاق هذه الأرض وديعة الشهداء الذين نستمد من خصالهم في التضحية ونكران ذات العزيمة والقدرة على مواصلة الأشواط والمراحل نحو الأهداف السامية والغايات الوطنية النبيلة التي أسس منطلقاتها شهداؤنا بأنهار من الدماء أشدد رئيس الجمهورية على أن اتجاه البوصلة هو ذاته في الجزائر التي نبنيها اليوم معا وفاء لأنهار الدماء ولثقة الشعب الجزائري الأبي مضيفا أنه مهما كانت الأشواط والمراحل التي قطعناها والإنجازات والمكاسب التي حققناها بفضل الانخراط الواسع لبنات وأبناء الجزائر في مسار نهضوي وطني متعدد الأبعاد والجبهات فإننا نستشعر على الدوام حجم التحديات التي تنتظرنا لاستكمالها معا ويأتي ذلك كما أشار رئيس الجمهورية بعد أن تجاوزنا بجهود مضنية وحرص لم ينقطع المؤشرات الحمراء على المستوى الاقتصادي ووصلنا إلى المؤشرات التي تضع الاقتصاد الوطني على سكة النجاعة والتنفسية وبعد أن تحققت على المستوى الاجتماعي إضافات ومكاسب غير مسبوقة للتكفل بمستوى المعيشة وحفظ كرامة الجزائرية والجزائريين وفي الوقت نفسه ظل صوت الجزائر خارجيا مسموعا ومقدرا وتعززت مكانتها إقليميا ودوليا بفضل ما تتمتع به من موثقية ومصداقية وما أحرزته من شركات استراتيجية متنوعة في عالم مشحون بالتجذوبات والتقلبات وتضارب المصالح وأكد رئيس الجمهورية على أن الجزائر وهي ترسخ أقدامها على طريق مسيرتها الوطنية نحو بناء الحاضر والمستقبل بسواعد أبناتها وأبنائها عزمة كل العزم على المضي إلى ما يليق برصيدها التاريخي ومجدها العظيم وشعبها الأبي من رفعة ومجد وسؤدد وختم رئيس الجمهورية رسالته بالقول وإنني في هذه اللحظات المؤثرة التي نحيي فيها ذكرى شهدائنا أنحني بخشوع وإكبار ترحما على أرواحهم الطاهرة وأتوجه بالتحية والتقدير لأخوات المجاهدات وإخوان المجاهدين تحية الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار